موسيقى دعم المهنين الآن لا أريد أن نقول كلام الذي يجعل المؤسسات تتضارب في مدينة نحن نحترم جميع المؤسسات ونحترم المؤسسات الدستورية والعمل التي تقوم به لكن أنا أدبر الشأن العام وأنا موجود أمام موضعية موسومة بارطفاع الأسعار المحروقات ماذا نقصني نفعل؟ الآن لا يوجد استجيل الاجتماعي وجد لا يوجد كيف نفعل الاستهداف لا نعرف ولا يوجد الآليات القانونية لكي نفعل ونخذ المخصصات الدولة ونعطيها الفئة الأقل يعني حاجة وعوز لأكثر حاجة وعوز عفوا ماذا يجب أن أفعل؟ والوضع موسوم بارطفاع كبير للأسعار وفي طالعتها الأسعار المحروقات يجي وانا أتدخل تدخلت كحكومة وقمت باحد الإجراء لربما التقدير دياله والقراءة دياله واش كافية ولا سليمة ولا كده هذا يحتاج إلى نقاش كبير في المجتمع لكن أنا تحكمت في تدخم كانت ستعاني منه الطبقات التي تستعمل الطاكسي والطبس والكار إلى غير ذلك وتدخلت أيضا لأتحكم في تدخم كانت ستدر منه المواطني اللي يشيرون المنتجات اللي تجي من الجنوب وكتجي من الشمال وكتجي من كده فتقييم هذا العملية ربما الأيام في المستقبل هي اللي ستكشف أهميته من عدمه لكن نحن نحترم جميع الأراء ونعتز بهذا الانتاج المؤسساتي المهم جدا كل مؤسسة كتعطي الرأي ديالها في مجموع عمل القضايا لكن في نهاية المطاف الفاعل العمومي اللي هو الحكومة يجب أن يقوم بمهامه ويجب أن يقوم باختيارته وبما أنه الآن مع الناس سجل ومع الناس ومع الناس خصنا تدخلوا بهذه الطريقة لأنها هي التي ستحقق نوعا من تخفيف الضغط على الطبقات وعلى الفئات المحتاجة اشتركوا في القناة